إحنا ذكرنا أنه في بعض يعني السوامات المفتوحة في العهد القديم فهل في غير 28 أو تكوين 28؟ قبل ما أدخل على في العهد القديم لعلى حسكيان واحد بس عايز أربط بين تكوين 28 ويوحنى واحد آه مظبوط فعلا يوحنى واحد وحديث الرب مع ناس نائيل قال له أنت حتشوف أعظم هم بهر لما الرب قال له عن حياته قال له سوف ترى أعظم وبعدين قال التعبير الجميل اللي عايز أقرأه من يوحنى واحد خمسين واحد وخمسين يقول من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان هربط بقى بين المعيكة العسلم اللي كانت صاعدة ونزلة مع يعقوب ومين هنا السلم بقى ابن الإنسان الرب يسوع دي كل المكتب لا ومكتوب في العهد القديم أنه الرب واقف يعني كمان كان في المشهد في المشهد ولكن المسيح ربط الموضوع عن نفسه بالزبط على ابن الإنسان أنه هو اللي بيربط بين السماء والأرض كأنه الخطيئة فصلت السماء عن الأرض بس المسيح جه مبارك اسمه وفي صليبه وفدائه خلصنا وصالحنا مع الآب وفتح لنا الطريق وبقى هو السلم بين السماء والأرض ينفع أوصل للسماء ينفع وانا على الأرض أتمتع بالسماء ينفع أسمع السماء وانا على الأرض ينفع أتمتع ببركات السماء وانا على الأرض مش لما هروح لأ هنا هنا في بركات أتمتع بحضور الرب أتمتع بصوت الرب أتمتع بمحبة الرب أتمتع بمعية الرب بمجد حقيقي في حياتي وأنا على الأرض لأنه تفتح السكة أكيد في يحنى 3-13 لما الرب يسوع كان بيتكلم مع نيقوديموس رئيس ومعلم اليهود قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء يعني عم بيكلم نيقوديموس وبنفس الوقت هو في السماء وعلى الأرض يعني في الحضور الكامل أمين